اشهد اسم شيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد الرياضية بمتانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة في مختلف المجالات مؤكدا سموه ان تلك العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين قد لعبت دورا بارزا في تحقيق التقارب والمساهمة في احراز التقدم على صعيد النهضة التنموية جاء ذلك لدى استقبال سموه بمكتبه بقصر الوادي لوفد رئيس حزب المؤتمر الوطني سعادة السيد راهول غندي رئيس الحزب والوفد المرافق له وقال اسمو الشيخ خالد بن حمد ان العلاقات البحرينية الهندية تميزت عبر التاريخ بانها نموذج حي للتعامل والعمل والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية التي شهدت تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت في نماء وتطور البلدين وعززت من عمق العلاقات بين الشعبين الصديقين مضيفا سموه ان البحرين سباقة دائما في رسم العلاقات الثنائية المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة منوها سموه بالدور المميز للجالية الهندية ومشاركتها الفاعلة في العملية التنموية وبما تلقاه من تقدير واحترام كبيرين من أفراد المجتمع وقد استعرض سموه مع الوفد الهندي المنجزات الرياضية البحرينية بفضل الرعاية ودعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي والجهود التي يبدلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادة العالى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدعم رياضة سباق السيارات التي كان لها المردود الإيجابي باحتضان البحرين لسباق الفورميلة واحد والتي عززت من مكانتها على المستوى العالمية وأشار سموه إلى أن البحرين استطاعت أن تحقق نتائج مشرفة على مستوى ومشاركاتها المختلفة برياضة الفروسية وسباقات القدرة ورياضة الرجل الحديدي مشيرا سموه إلى أن البحرين استطاعت أن تحتل مكانة متقدمة برياضة فنون القتال المختلطة على المستوى الدولي موضحا سموه في الوقت ذاتهن البحرين تسعى لتفعيل رياضة الكريكت محليا عبر إطلاقها مسابقة الدوري لهذه اللعبة من جانب أشهد سعادة سيد راهول غاندي رئيس حزب المؤتمر الوطني بالخطوات التي اتخذتها البحرين في دعم هذه الرياضة متمنا الدور الكبير لإسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لرعاية ودعم مختلف الألعاب الرياضية وبخاصة رياضة فنون القتال المختلطة الذي كان له المردود الإيجابي في تحقيق البحرين العديد من الانجازات على المستوى الدولي مؤكدا أن الهند ترحب دائما بالخطوات التي تتخذها مملكة البحرين والتي من شأنها تعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر